اعتادت استراليا ارسال طالبي اللجوء الى جزر نائية قبالة المحيط الهادئ لأكثر من عشر سنوات وهو ما يسمى حل المحيط الهادئ في عام 2001 بدأت السلطات الاسترالية باعتراض قوارب اللاجئين وترحيلهم او احتجازهم في مخيمات على جزر كجزيرة ناورو عن طريق ابعاد اللاجئين عن استراليا يمكن لسلطات الهجرة التعامل مع قضايا اللجوء خارج نطاق القانون الاسترالي واجهت هذه السياسة انتقاضات واسعة من قبل منظمات حقوق الانسان وزعماء دوليين وهناك تقارير تفيد بتعرض اللاجئين لجرائم اختصاب واعتداء على الاطفال وظروف معيشية مأساوية كانت استراليا دوما متورطة باعتقال اللاجئين في عرض البحر وارسالهم الى مراكز الاحتجاز لكن على الرغم من ذلك رفضت السلطات الاسترالية تحمل اي مسئولية مباشرة للمخيمات وهم رسميا يخضعون لسلطة الحكومة المحلية بالجزيرة او لشركات خاصة وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية على تحسين الظروف المعيشية للاجئين واكتساب المزيد من الحقوق لهم ترجمة نانسي قنقر